نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمنطقة توسون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم الكشف على ما يقرب من 650 مواطنا وضمت القافلة تخصصات طبية مختلفة بجانب تقديم خدمات الأشعة والتحليل الطبية وصيدلية متنقلة تتوفر بها كل الأدوية كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجرائها مجانا تأتي تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التي تنظمها الوزارة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بالقافلة معي معظم التخصصات الطبية البطنة الجراحة الأنف والأذن الجلدية بجانب العزوم معي أجهز للأشعة مع ملدم وطفاليات بجانب وجود صيدلية بها أكثر من 90 صنف من العلاج الحالات التي تحتاج إلى إحالة يتم التنصيخ مع مؤسسة حياة كريمة الإحالة للمجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة اشتركوا في القناة